بهجوم حد وقوي على الولايات المتحدة الأمريكية واتهام إدارتها الحالية التي يرأسها دونالد ترامب بالتدخل في شؤون كوبا وشؤون أمريكا اللاتينية خاطب راول كاسترو الجماهير من أمام ضريح شقيقه في مدينة سانتياغو دي كوبا التي أعلن منها في ديال كاسترو الانتصار قبل ستة عقود أؤكد من جديد استعدادنا للتعايش بطريقة حضارية مع الولايات المتحدة على الرغم من اختلافاتنا في علاقة تقوم على السلام والاحترام والمصالح المشتركة لقد أظهرنا أيضا أن كوبا على استعداد لتجنب أي ظروف تؤدي إلى المواجهة التي لا نريدها نأمل أن تتجنب الأصوات العاقلة في الحكومة الأمريكية ذلك أيضا التحدي الذي أخذته كوبا على عطقها منذ سنوات عدة هو إجراء إصلاحات جذرية على الصعيدين الداخلي والخارجي واليوم قررت خوض مرحلة جديدة من التغيير لإنقاذ اقتصاد البلاد ولكن مع التمسك بالثوابط الوطنية والنهج الاشتراكي لا تخيفنا لغة القوة والتهديدات إن وحدة الشعب هي الواقع غير القابل للكسر وإننا اليوم الشعب الذي يدافع عن الثورة لكنني أشير إلى جاهزيتنا للتعايش الحضري ولعلاقات الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة أمجد الثورة الكوبية وإنجازاتها والثوابط وأهمها العداء للولايات المتحدة الأمريكية لا تزال حاضرة في جزيرة الكاريبي أحد معاقل الاشتراكية الأبرز في العالم ستون عاما على انتصار الثورة وقيامة الدولة الذين تحققا في الأول من يناير كانون الثاني عام 59 بتحدي أمريكا وإبداء الاستعداد للتعايش معها والانفتاح عليها على قواعد الاحترام المتبادل جدد كاسترو الثوابط السياسية الخارجية لبلاده مؤكدا أن القوة لا تخيف شعبا موحدا يدافع عن الثورة وغير قابل للكسر ترجمة نانسي قنقر